السلام عليكم عرب بنكس اليوم جبت لكم فيديو جديد عن استراتيجيات الان اف تيز نصائح بدي اعطيكم اياها للمبتدئين وطبعا للناس اللي اقدام برضو مفيد انهم يخدوا نصائح ويتعلموا من اخطاء الاخرين ابل ما ابلش في الفيديو اتمنى تدعموني اصفحتي على اليوتيوب وعلى التويتر وتعملوا اشتراك في التليجرام اللي عندي قناتي للتليجرام اه طبعا بحطي فيها مشاريع بحكي في المشاريع عنها وما تنسوا طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وهلا خلينا نبلش في الفيديو اول موقع بدي احكي عنه هو بيعطيك الشارت تبع ال اوبين سي الخصوصا بس للموقع الاوبين سي بيعطيك الشارت زي اللي موجود في الكريبتو بس بطريقة ثانية لانه سوق الانفتي مفيش له شارت يعني شارت مدروس صحيح فالناس قديم بدروسوا سوق الانفتي كل يوم ومع الاشهر ومع مرور الايام والسنوات السابقة طبعا هون الشارت بيعطيك المنثلي طبعا عندك تشوف المنثلي فوليوم اعلى فوليوم كان بداية السنة هاي بداية سنة الفين واثنين وعشرين واحد واحد يعني شوف الاوبين سي حقق ارباح تقريبا تقدر تحكي انت خمسة بليون هاي ارباح دخلت الفلوس دخلت على ال اوبين سي طبعا قبل بلاية سنة الفين واثنين وعشرين السوق كان ميت يعني اذا بتلاحظ احنا كنا عايشين بوقتها يعني ما شفنا هالتضخم العالي اللي جدا عالي عالي بالسوق يعني كان ميت فدخلنا بالسنة الجديدة في الفين واثنين واثنين طلع فهلا حاليا صار يرجع يهبط السوق هون بتقدر تشوف الديلي فوليوم طبعا ال اوبين سي اللي بيعطيكي يوميا طبعا احنا بتقدر تطلع على شهر ثلاث يوم خمسة اللي بيكون هو يوم السبت فبتطلع هون على السهم فبتلاحظ ان السوق هلا حاليا بير ماركت بير ماركت يعني السوق ميت الاسعار جدا رخيصة اي اشي انت حطت عينك عليه وبدك تشتريه بيكون اردي نزل سعره نزل سعره او الفلوس اللي عندك نزل سعره فعشان هيك انا بنصح دائما انه اي حدا بستثمر خد ارباحك اطلع بارباحك لما يطلع المشروع اول ما ينفجر المشروع بيطلع بارباحك طبعا الموقع هذا انا هحطه عندي على التليجرام هحط الرابط على التليجرام تقدر تفوتوا على التليجرام عندي وتشوفوا الموقع هذا جدا مفيد لكم هتستفيدوا وتعرفوا حركات السوق تحركات السوق في الفوليوم بالشارت يعني السوق اللي حاليا زي ما انا حكيت بير ماركت يعني جدا نايم مبدئيا تقدروا تشوفوا التدرج على النزول فاكيد فيه طلعة محد يعرف متى الطلعة طبعا اني انا بنصح تاخدوا استثماء ربحكم بدي اعطي مثالك على فانتابير يعني واحد من صحابي كان عنده فانتابير وانا نصحته انه يبيع يبيع الصورة طبعا شراها بسعر جدا رخيص يعني بتفوت على نفس الشيء لو بتلاحظ بالفانتابير يعني شراه هو بالسوق يعني 0.490.5 اعلى ما اظن وبعد قريبا اسبوع السوق معه انفجر يعني السوق انفجر قريبا تقدر تحكي انت 7.8 اثيريوم وصل 8 اثيريوم سوق كان جدا عالي انفجر هو فكر انه سيطلع اكثر سيصل عشرة فمرة تكون طماع زيادة من الطمع بعد اسبوع السوق نهار يعني انهار نهار نهار الآن كان يستطيع البيع بسبعة اثيريوم يعني كان حقق تربل تربل ارباح يعني زي ما انتم شايفين فانتابير مشروع جدا قوي كان دخل عليه فوليوم 32 ألف الفوليوم كان عليه 32 ألف فالطمع مرات بكتلك فانا بنصح كان الناس الجداد خذ ارباحك اذا عجبتك الصورة ادخل والسوق نازل يعني اذا الشاب اللي بعرفه اذا باع بسبعة اثيريوم كان يستطيع الى اشتري هذا السعر يعني لم يكن يخسروا شيء نفس الشيء اغلاط عملتها انا بميرفس مشروع الميرفس كان كان السوق ميث كان 0.27 ما احد فينا اشترا وقعنا ان السوق مات فانا اريد ان اشتري بس نسيت المشروع ما انتبهت له اهم شيء بالسوق الانفتي قبل ان اذهب بشرح المشروع اهم شيء بالسوق الانفتي للتويتر للتويتر اهم شيء بتيجي من التويتر اول باول هلا نرجع الى الميرفس كان سعره 0.2 0.9 يعني جدنا رخيص طلع انفجر صار ستة اثيريوم طبعا في ناس اخدوا ارباحهم ستة اثيريوم دبلوا ارباحهم درجة مش طبيعية يعني السوق بيطلع بنزل هلا نزل فيهم وهلا قهد برجع يطلع مرة ثانية صار 2.4 اثيريوم طبعا لسه عاملين ارباح الناس طبعا بدي كمان اشرح لكم على الاي سي تول طبعا شرحت عنه بفيديوهات الادوات السابقة يعني بدك تتابع على كل المشاريع موجودة هون تراقب كل المشاريع ان تحفظ صورها لا يوجد تحفظ الاسم لان الاسم ممكن تنسى فبتحفظ الصور فبتطلع على كل المشاريع وبتستنى مش كل مشروع معموله ترند تروح تشتري منه يعني هذا المشروع لا اصبر يومين ثلاث ايام اعطي حالك وقت بعدين فوت اشتري او ادرس المشروع ليس ضروري تروح تشتري مرة واحدة طبعا بدي احكي شغلة ليس كل شي احكيها انا ممكن تكون صحيحة في اغلاط فها ليس نصيحة استثمارية وفي شغلة بدي انبه عليها لان بعض الناس بغلطوا بهذا الاشي انه لما تجي تعمل منت للمشروع وبعدين اني بتنزل الصور كهذا الشكل يعني الصور ما بتبين يعني الصورة ما راح تبين بدها ممكن اسبوع حسب اصحاب المشروع كن يومين ثلاث ايام طبعا لو الصور زي هيك المشروع راح ينط سعره راح يرتفع تمام بعد الرفيل يعني انت اذا كان معك صورة يعني اذا ارتفع سعر بيع قبل الرفيل يعني يات بيع يتمسك اذا حققت ربحك بيع وبعد الرفيل راح ينزل السوق السوق راح ينزل سوف يفكروا انه معهم الصور اللي بدهم اياها هو الصور اللي هم عجبتهم فالسوق راح ينزل بعد الرفيل فبتبيع بعد الرفيل وبتحقق يعني تاخد الصورة لعجبتك يعني في مشروع كمان بدي احكي عنه اسمه بيكسل ليمون نفس الاشي بيكسل ليمون بيكسل ليمون نفس القصة بصارت فيه مشكلة عليه يعني اذا افرجيكم قبل الرفيل كان موصل السعر 1.9 اثيريوم قبل الرفيل كان بعد الرفيل السوق مات شوف 0.33 يعني بعد الرفيل نزل نزل يعني نزل وغير هيك خدع خدع الناس اللي شارين لانه ناس فكروا انه الصور احسن من هيك طلعت الصور جدا سيئة جودة الصور جدا سيئة والناس انخدعوا في الصور وطبعا المشروع يعني ناس يعني هذا هذا ماذا من المشاريع اللي خسر سوق الانفتي وسحب الفلوس من سوق الانفتي لانه كان سعر المنت ثلاثة اثيريوم تشتري صورة ثلاثة اثيريوم وبالنهاية تجي تبيعها 0.33 يعني على خسارة يعني ناس كثير خسروا في السوق يعني مثل هذا الشخص تبيعها 0.34 900 دولار ترى كم شارها شارها قبل 1.59 يعني فوق 4000 دولار شارها ولا الآن تبيعها بخسارة شايفين تبيعها بخسارة فهذا الشيء لا يريد حتى يوقع في المشكلة هذه طبعا هناك ميزات عن وقوع السوق يعني بالبيل الماركت يعني تستغل هذه المشاريع مثل The Heart Project The Heart Project صور يعني بالانفتي ما تهتم كثيرا في الرسم مرات الرسم ما يهم بس المشروع جد يطير يعني كنت أستنى ظهرت بروجيكت ممكن أتوقع أن ينزل أكثر من ذلك كان سعر 1.4 6 اثيريوم كان سعر 1.4 6 اثيريوم كان جدا عالي ولهلا في ناس يشترون يشاهدون هذا الشيء 0.9 يعني هذا لقتله شغلة جدا نادرة يعني فيه ناس يستنون الأشياء النادرة مثلا السوق نهار مشاريع النفتي كلها بتنهار يعني فيه مشاريع جدا بتخسر بتنهار بس وقت البمب زي ما شرحنا هون يعني كان هون كل شيء ميت وهذا هون كان كل شيء ميت فجأة بيصير فيه بمب عالي في المشروع سيولة بتدخل في المشروع في المشاريع طبعا كلها فبيطير المشروع فبيطير طب هلا انت كيف بدك تستغل هذا الاشي كيف بدك تشتري كيف بدك تشتري ما هي الاستراتيجية طبعا بتفوت على سعر التراتيجية لانت من المشروع لانت من المشروع التراتيجية ايضا تشتري ايش اقرب ايش اقرب ايش اقرب ممكن يكون على السعر انت بدك اياه و تروح بيعه بسعار اغلاء يعني تشتري مشروع ميت زي هكي ايضا بتحط ها في منها اربعمائة ورابئين وحدة فانت بتشتري هاي مثلا 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 مثلا. فبتشتري هاي. هاي سعرها 0.36. انت اذا شاريت هاي. اللي بعدها راح يصير سعرها 0.38. يعني انت اذا بدك تبيع بتح تبيع بربح. يعني بعدها السوق تبعها بتحرك بسرعة. شايف? 0.39. 0.49. نط على السريع. 0.5. على السريع قاعد منط السوق يعني مش. يعني سريع بوصل. يعني انت عندك كم من صورة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تسعة. تسع صور بصير. بتقرد تعرف الحركة هاي كمان عن طريق هاي الشغلة. بتحط مثلا بتشوف بتشوف تحط بعد صورتك ما بتحط رقم صورتك تحط البعديها. تحط زيرو بوينت نين. كم واحدة لزيرو بوينت نين. بيعطيك سبع صور لتوصل لزيرو بوينت نين. طبع ما في زيرو بوينت نين. نحط وينت نين. كم واحدة لتوصل واحد اثيريوم. تسع صور. بعدين بتصير حق المشروع واحد اثيريوم. يعني يعني بتحرك بسرعة. هاي ميزة من ميزات السوق لما يكون ميت. طبعا هذا انا حاشرح الموضوح هذا اكثر في في الشرح القادم. وطبعا بدك تكون دارس المشروع ومتبع على تويتر. يعني فيه مصيبة صارت مع هذا المشروع كريبتو كان محقق ارباح جدا عالية. كان سعر الفلور تو بوينت سفين اثيريوم تقريبا وصل ثلاثة اثيريوم بدل نزل شوي. سبب هبوط المشروع بدرجة رهيبة زي هيك. مات المشروع بدرجة رهيبة. انه الرسامة سارقة الصور. هذول الصور مش مش شغل الرسامة. الصور طلعت من صروقه من رسام ثاني. الناس عرفت ان الصور مسروقه فالناس كلها خافت فهذا الصور بسرعة يتحرك. الناس بتخاف. كله باع صور بسعر رخيص وكله طلع من المشروع وهرب. وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفقرة اليوم. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ونراكم في فيديو قادم.